قال رئيس مجلس الوزراء دكتور مصفى مدبولي إن برنامج سكن لكل المصريين كان حلما للقيادة السياسية منذ عام 2014 لإنشاء مليون وحدة سكنية للشباب وخلال مؤتمر صحفي بمدينة حضائق أكتوبر أعلن رئيس الوزراء العمل عن آخر مرحلة من المليون وحدة سكنية لافتا إلى أن الوحدات المطروحة تمثل مجتمعا متكاملا للسكان الحقيقة تفقد طبعا لمشروع المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين وهذا البرنامج الحقيقة كان حلم للقيادة السياسية بدأ من 2014-2015 بأن نصل إلى مليون وحدة سكنية لشبابنا والأسر محدودة الدخل والنهاردة الحمد لله الواحد سعيد جدا 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 أنه هو فعلا أنه نهاردة فعلا بنعلن أنه احنا أتمينا وجاري تنفيذ آخر مجموعة من المليون وحدة سكنية احنا هنا بنتكلم على السكن لكل المصريين مستوى الوحدات اللي حراكم شايفينها اللي هي للشباب والمحدود الدخل الوحدات اللي هي كانت بتبقى في حدود التسعين متر كمتوسط ودي كانت للفئة اللي احنا كلنا بنتكلم عليها محدود الدخل والشباب أنا بتكلم هنا على مليون وحدة سكنية مش فقط وحدة وده الاختلاف الحقيقي إن احنا بنتكلم على مجتمع متكامل مناطق اللاندسكيب الخدمات مدارس ملاعب وحدات صحية كل الوحدات التجارية كل الخدمات اللي المواطن من يوم ما حيجي يسكن ويستلم شقته بيجد كل الخدمات والأهم جودة حياة فعلا لهذه الجودة حياة ليه والأولاده